وضعكم للايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم هو أكبر دعم لنشر القناة أهلا بكم في قناة مثل الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنكمل مع بعض آخر تطورات والأخبار حوالين الحرب الرؤوسية الأوكرانية لما لقينا التفاعل على الموضوع ده كبير حبينا أن احنا نعمل تخطية حصرية عن كل المواضيع والأخبار المهمة عن هذا الموضوع ونربطه أيضا بالتوقعات تكلمنا عن ليلة عبداللطيف تكلمنا عن ميشيل حاك تكلمنا عن مايك فغالي وكمان مبارح تكلمنا عن العرافة الروسية تاتيانا بورش وكمان هنتكلم النهاردة عن توقعات أخرى منزلها موقع اسمه ألوان تابع لموقع الوطن بيتكلموا عن توقعات الكثير من المتوقعين لهذه الحرب قبل ما تقوم أصلا بحوالي كم شهر وكمان هنقول آخر الأخبار اللي طالعة من روسيا واللي طالعة من أمريكا لأنه أوكرانيا مش طرف قوي في النزاع أوكرانيا مجرد ساتر عن أغراض مخفية كبيرة جدا سياسية والعالم ما بقاش عبيد أو الناس ما بقتش عبيدة فهم أن الموضوع عبارة عن روسيا ضد أمريكا وأمريكا ضد روسيا خلينا في الموضوع الموقع بيقول أن في توطر شديد بين روسيا وأوكرانيا ده بيصير تخوفات كثيرة بين الخبراء من احتمالية اندلاع حرب بين دولتين كبار زي دول ولو قامت الحرب هتبقى حرب عالمية تلتة مش مجرد حرب عادي وهنستعرض مع بعض أبرز العرفين وخبراء الفلك الذين جاء في توقعاتهم لعام 22 الجاري أن في حرب ستندلع منهم كريج هاملتون باركر وده من أشهر العرفين في المملكة المتحدة أو بريطانيا ولتوقعات كثيرة تحققت خلال السنوات السابقة وفي توقعاته العام 2022 اللي نشرها في ديسمبر الماضي أنه تنبأ باندلاع حرب وبيشتهر كريج بأنه تنبأ بأحداث عديدة وتحققت أبرز الأزمة الاقتصادية العالمية والأحداث المفاجأة العام 2020 بحسب موقع اسمه بري نيوز واير الأمريكي وبيقول كريج اللي نشر توقعاته عبر قناته على موقع اليوتيوب تقدروا أنك تبحثوا عن الموضوع وتتأكدوا بنفسيكم أنه بيظن أن أبرز الأحداث التي ستقع في 2022 هي انتشار مزهل وفتاك للسلاح النووي وإحنا من غير ما نتكلم على موضوع السلاح النووي أديكم شايفين من ساعة الموضوع ده ما بدأ يظهر وبدأت حركة شرى السلاح بقت بشكل رهيب ومش طبيعي ده غير اللي مش معلن يعني فيه صفقات سلاح بتبقى خفية وسرية أكيد مش هيعلنوها للعلن للناس العادية تعرفها بتبقى صفقات مخفية عشان لو حصلت الحرب كله يطلع السلاح اللي معاه وكمان تكلم كريج هاملتون أن اليابان هتخزن أسلحة نووية وهتتحول لقوة رهيبة في الأيام اللي جاية وإيران أيضا بيأكد أنها بتملك قوة نووية فتاكة وإسرائيل سوف ترد بدربهم يعني أنا شايف مشاكل برضو بين إيران وإسرائيل ودي مش حاجة جديدة ولكن الموضوع شكله هيتطور على السنين القادمة بداية من 2022 وأيضا تاتيانا بورشي بتكلمين عنها في التوقعات ولكن احنا تكلمنا عنها في الفيديو بتاع انباري حشان الناس ما تتضيقش من التكرار من دمنا الناس برضو اللي توقعوا بالحرب في 2022 نوستراداموس نشر العرف الفرنسي ميشيل دي نوسترادام المعروف باسم نوستراداموس كتاب شهير من تأليفه اسمه لابروفتيس ده بيعود تاريخه لسنة 1555 وفيه 942 تنبو من ضمنها أن في حرب هتلتهم أوروبا وتحديدا فرنسا وشايف أن الشرق هيحتل لباريس ونستراداموس بيعتبر من أشهر العرفين في التاريخ اللي توقعوا أحداث وقعت كما تنبأ به ومن أمثالة ذلك تنبأوا بهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية التانية واشتعال أحداث 11 سبتمبر بحسب صحيفة Times Now News الهندية في حين أنه من الصعب تحديد التواريخ الدقيقة مع تنبؤات نستراداموس يعني هو بولي تنبؤات ولكن مش بيحصل أوي في نفس التاريخ اللي حدده ممكن بعدها بكذا سنة أو قبلها بكذا سنة لأنها بتستند إلى الحركات الفلكية بدلا من التقويم أو بدلا من الأيام العادية اللي احنا نعرفها لأن العديد من خبراء الفلك بيظنوا أنه فيه حرب تندلع في أوروبا خلال 2022 كما توقع العرف الفرنسي وما تنسوش أن أوكرانيا تعتبر من دول الاتحاد الأوروبي أو داخل أوروبا نفسها مش عارف الحقيقة أنها تبع للاتحاد ولا لا بس كل المعروف أنها تبع لقرة أوروبا وأن لو قامت الحرب في أوكرانيا هتندلع الحروب أيضا في كذا دولة داخل أوروبا مش بس أوكرانيا دي بالنسبة للتنبؤات وزي ما أنا قلت لكم وبفكركم تاتي أنا بورشة عمل لها مبارح فيديو عن توقعاتها لعام 2022 وللحرب الروسية الأوكرانية هتلاقوا الفيديو موجود بعرفة الملوك طب نشوف آخر الأخبار لسه فيه خبر نازل من حوالي ساعتين من على موقع اسمه روسيا اليوم بيقول أن بطن الآن وليس غدر نوريد حسم موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو هو اللي مدعي بوتن أو رئيس روسيا أن أوكرانيا هتنضم الحل في الناتو ولا لأ وهنعرف هو ليه الآن من الموضوع ده من خلال المقال اللي نازل على موقع روسيا اليوم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن بلاده بتصر على أن يتم البت في إغلاق موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو اليوم ومش بكرة وخلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس اللي هو الرجل الجديد اللي جيه أنجيلا ميركل أن بعد محادثات كتيرة جدا أجراء في الكريملين قعدت حوالي أكتر من ثلاث ساعات رد بوتن على ملاحظة الزعيم الألماني أن مسألة منح كيف العضوية في حلف شمال الأطلاشي ما كانتش على جدول الأعمال يعني هو ما عندوش رد على الموضوع ده وقال بوتن بهذا الخصوص أن لو انضمت أوكرانيا للحلف بعد غد وليس غدا فذلك لا يغير شيء بالنسبة الروسية يعني مش فارق مع روسيا بس اللي فارق أن احنا متضايقين من نشاط حلف الناتو ده لأن من حوالي 30 سنة بدأ الناتو اللي هو قوات حلف الناتو أو اتحاد الأوروبي الجيش اللي موجود بدأ يتمدد واحدة ورد تانية باتجاه الحدود الروسية وإحنا أما اليوم فنرى البنية التحتها للناتو قرب بتنا ودي حاجة مقلقة يعني هم عايزين إيه ليه بيحصروا روسيا وذكر الرئيس الروسي أن المناقشات حول انضمام أوكرانيا للحلف مستمرة وأنه لو حصل ده حتى بعد عدة أعوام عندما تكون أوكرانيا مستعدة لهذه الخطوة يعني غد دلوقتي أوكرانيا مردتش إن كانت عايزة تروح للحلف ولا لا فالموضوع لغاية دلوقتي فيه عمليات تفاوض وأضاف أن موسكو بتنطلق من هذه الأطروحة وتعول على أن يحمل شركاء الهواجس الروسية محمل الجد وأكد الرئيس الروسي أن بلاده لا تريد اندلاح حرب في أوروبا وهذا هو سبب قيمها ببعث مقترحات حول ضمانات الأمن إلى ولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسية هو ده اللي خايف منه أصلا بطن مش خايف من أوكرانيا وقال إن معظم الردود الغربية على هذه المقترحات لا تناسب توقعات موسكو لأن ذكر إن هذه الردود تحتوي على بنود بإمكان الجنيب الروسي مناقشتها باختصار شديد هو مقلق من حلف الناتو ولما يعرفش حلف الناتو أبارة عن حلف معمول من دول الاتحاد الأوروبي وليهم جيش بحيث لو كل دولة اتعرضت لهجوم ولا حاجة هو يقف معاه هو الراجل حاسس إن هم عملين ياخدوا دولة ورد تانية ويبقى فيه جيش وفيه إمدادات الأسلحة لدول قريبة من روسيا وده مقلقه عايز يعرف الموضوع أنتو عايزين مننا إيه بالزبط عايزين مننا إيه بالزبط علشان كده هو منطور الجنود بتاعته وعمل حج كبير في كذا حتى على الحدود لأنه أخايف منهم خايف إنه هم اللي يهجموا روسيا مش العكس وغير دلوقتي مش عارفين إيه الموضوع ولكن أمريكا مش سكتة وللأسف عاملة فريق استعدادات اسمه فريق النمر والخبر نازل برضو النهاردة على جهرت اليوم السابع بيقولوا إن واشنطن بسط أنزل التقرير دي صحيفة أمريكية إنه هم شكلوا فريق النمر ده الفريق ده متشكل من شهر عشر اللي فات من ساعة بدء موضوع التصعيد أو بدء الكلام عن الحرب والفريق ده معمول من أكبر خبراء في الحرب وناس كبيرة جدا في إنه هم يعملوا سيناريوهات للرد على أي حرب أو أي ضربة روسية في أي وقت عاملوا سيناريوهات إزاي يردوا على روسيا لو حصلت حرب والفريق ده متكون من شهر عشر وكشفت صحيفة واشنطن بوستن عن خطة البيت الأبيض لتشكيل فريق نمر من مسؤول إداري بايدن للإعداد لسلسلة من الاستجابات لأي اعتداء محتمل من قبل روسيا على أوكرانيا وقالت الصحيفة أنه في الوقت اللي بتزداد فيه المخاوف من عدوان روسي محتمل ضد أوكرانيا فإن فيه فريق من مسؤول البيت الأول أو البيت الأبيض أطلق عليه فريق النمر بيبحث سرا الكيفية اللي هترد بها الولايات المتحدة على سلسلة من السيناريوهات المحتملة من استعراض محدود للقوة لغزو شامل مسبب لخسائر كبرى يعني عندهم كل حاجة لمجرد ضربة بسيطة لغاية سيناريوهات للهجوم الكامل وأوضحت الصحيفة أن فريق البيت الأبيض أجرى تمرينين استمر لعدة ساعات أحدهما مع مسؤول الحكومة لإحياء السيناريوهات وتجنيد كتاب قواعد بيلخص مجموعة من الاستجابات المحتملة السريعة بدءا من اليوم الأول ويمتد خلال الأسبوعين الأولين من تصور الغزو الروسي يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا عاملين دلوقتي فريق لو حصل أي حاجة غزو الروسي يتصرفوا إزاي لدرجة أن هم مثلا بيبعثوا لنفسهم قرارات ده حصل غزو الروسي دلوقتي يبتدوا بقى يشوفوا سرعة الاستجابة هتبقى عاملة إزاي يعني معنى كده أن البيت الأبيض بيتحضر للحرب دي بأي طريقة علشان يكون مستعد للدخول في هذا الموضوع لدرجة أن هم بيعملوا تمارين كذا ساعة كل يوم عن موضوع الغزو بيتحضروا لي بأي طريقة قلنا طبعا سمعنا عن الغواصة الأمريكية اللي كانت في الحدود أو في المياه الإخليمية الروسية كانت غواصة أمريكية اكتشفتها غواصات تانية روسية وراح تنبهتها وراح تجريت بسرعة وهربت ولكن خلاص كانت تكشفت أنه تعرف أن في غواصة أمريكية موجودة ناحية المياه الإخليمية لروسيا وبتستخدم للتجسس ودي حاجات أمريكا بتعملها علشان تبقى متحضرة لو حصل أي حاجة وحصل حرب من روسيا وأوكرانيا تبتدي أنها ترد على طول دي كانت أهم التوقعات والأخبار الأخيرة أتمنى أكون في التوقع معرفتكم اللي بيحصل حوالينا ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصل لكم إشعارات الفيديوهات الجديدة اللي بتنزل على القناة وأيضا اعمل لايك وشير للفيديو شكرا وأشوفكم بخير